تمكن فريق الرجاء الرياضي من الفوز على حساب نادي شباب الوزاد الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد في أول لقاء للناديين في البطولة العربية 2023 التقدم كان لصالح النادي الجزائري الذي سجل مبكرا في حدود الدقيقة العشرة استمرت محاولة الفريقين لكن النتيجة لم تتغير لتنتهي الجولة الأولى بتقدم شباب الوزاد ردة الفعل جاءت من جانب الرجاء الرياضي في حدود الدقيقة السادسة بعد الخمسين بعد أن أعلن الحكم عن ضربة جزائر لصالح الفريق المغربي لتصبح النتيجة هدف داخل كل شبكة وقبل نهاية اللقاء تمكن فريق الرجاء الرياضي من إضافة الهدف الثاني لينتهي اللقاء بفوز مستحق للفريق الأخضر في أول ظهور الله في هذه النسخة من البطولة العربية موسيقى 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 اشتركوا في القناة